مستهلا جولة شرق أوسطية تقوده أيضا إلى عمان والقاهرة حتى الرئيس الفرنسي فرانسواء أولاند في العاصمة اللبنانية بيروت حاملا معه رسالة واضحة تدعو لبنانيين للتحرك من أجل فصل الوضع في لبنان عن التوترات الإقليمية وأول سبيل لذلك يكون بانتخاب رئيس للجمهورية خصوصا مع إدراك أولاند بأنه رئيس الدولة الأول الذي يزور بيروت منذ بدء أزمة الشغور الرئاسي أريد أن أعود إلى لبنان في أسرع وقت ممكن لكي ألتقي برئيس الجمهورية وأنتم تمرون بمرحلة حاسمة فعلا لأن عليكم أن تحلوا هذه الأزمة وتنتخبوا رئيسا للبلاد ملف الانتخابات الرئاسية شكل محورا أساسيا في محادثات أولاند مع كل من رئيسي مجلسي النواب والوزراء لكن ملف النزوح السوري الضاغط أيضا شكل بدوره مادة دسمة للنقاش والبحث أولاند أكد دعم بلاده للبنان الذي يستضيف أكبر عدد من اللاجئين في العالم مقارنة بعدد سكانه ولبنان جدد موقفه الرافض لتوطين السوريين على أراضيه صار الكلام عن موضوع اللاجئين ومحاولة الحل السياسي كي نستطيع أن نخفف من الأعباء التي يرزح تحتها لبنان زيارة أولاند للبنان تستمر يومين تتضمن أيضا لقاءات مع قيادات روحية والسياسية وزيارة لأحد مخيمات النزوح السوري في البقاع لم يحمل الرئيس الفرنسي معه أي مبادرة لحل الأزمة اللبنانية وشدد على واجب اللبنانيين أنفسهم بأن يبحثوا عن الحلول لمشاكلهم أولاند شدد في المقابل على حرص المجتمع الدولي على أمن واستقرار لبنان من قبالة السراي الحكومي مرسل كرم الإخبارية بيروت